السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع تمثيل الوضعية بالرس إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى أرادت نور تكوين باقة لتهديها إلى جدتها فجمعت خمس زهرات حمراء وثلاثة زهرات بيضاء وأربع زهرات سفراء مثل الأزهار بالرسم هكذا نكون قد تحصلنا على مجموعة الزهرات الوضعية الثانية بمناسبة عيد ميلاد يوسف وضعت الأم خمسة شمعات حمراء وشمعات زرقاء عددها يفوق الشمعات الحمراء بأربعة أولاً مثل مجموعة الشمعات الحمراء إذن نرسم خمسة شمعات حمراء ثانياً مثل مجموعة الشمعات الزرقاء لنرسم مجموعة الشمعات الزرقاء علينا أن نحسب عددها كم يساوي أولاً كما جاء في المعطى فعدد الشمعات الزرقاء يفوق الشمعات الحمراء بأربعة أي أربعة زائد خمسة يساوي تسعة تسعة هو عدد الشمعات الزرقاء والآن نقوم برسمها الوضعية الثالثة أحضرت الأم ثلاثة نفاخات وردية كبيرة وستة نفاخات وردية صغيرة وأربعة نفاخات برتقالية كبيرة وأربعة نفاخات برتقالية صغيرة أولاً مثل النفاخات الكبيرة إذن نرسم ثلاثة نفاخات وردية وأربعة نفاخات برتقالية ثانياً احسب عدد النفاخات ثلاثة زائد ستة زائد أربعة زائد أربعة يساوي سبعة عشر ثلاثة نفاخات närك يستخدمي ترجمة نانسي قنقر